اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولافوكا يعني المحامي ودوره بيبقى الدفاع عن اصحاب الحقوق والرد على الاسئلة والاستفسارات والاستشارات طيب النهاردة قلنا نكلمكم في حاجة جديدة جدا لان احنا ببرنامج جديد هنتكلم في حاجة كل بيت بيحتاجها هنتكلم في حاجة لازم يكون عندك ثقافة بيها هنتكلم في حاجة تتعلق بحياة الانسان لانها بتتعلق بصحة الانسان هنتكلم في موضوع خطير دينجرس ليه خطير؟ لانه ممكن يعمل مشاكل كتيرة والمشاكل متشعبة وخصوصا كل ما يتعلق بالاكل والشرب هنتكلم على الغش التجاري الغش التجاري ونعيش فيه حلقات كثيرة ان شاء الله بس انتم عارفين طبعا اللي احنا لما بنجي نتكلم في اي معلومة قانونية لازم نبقى احنا متأكدين ومقرين ومسلمين ومؤمنين ان ما فيش حاجة الشريعة بتاعتنا الجميلة ما جابتهاش ما فيش حاجة خالص فلما اجا اتكلم على الغش التجاري لا يستقيم الكلام بدون ذكر النصوص الدستورية الشرعية لمنع الغش والاحتقار في شريعة الاسلام الخالدة المباركة لما تيجي تلاقي حديث وآيات وآثار ربنا سبحانه وتعالى جاب سورة من سور الغش وهو التطفيف في الكيل والميزان فألك ويل للمطففين من هم المطففون بقى الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون طب الموقف والتهديد للناس دي ايه اللي يرعب قال لك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين آية كريمة جميلة في بداية سورة المطففين تتكلم عن بعض البشر بعض التجار لأن انت عندك في الغش هنا هتلاقي فيه جريمة بتاعت الوزن جريمة لما تشوف العيش اللي ناقص الوزن تشوف العبوة اللي مكتوب عليها زنة مئة جرام وهي تسعمية وخمسين جرام دي جريمة فهم زمان كان عندهم ميكيالين ميكيال صغير يبيع بيه وميكيال كبير يشتري بيه والمفروض الميكيالين دول واحد في السوق لكن لما يجي يشتريه يروح ميطلع الميكيال الكبير يستوفي ولما يجي يبيع يروح ميطلع الميكيال الصغير يبخس الناس وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبخس الناس أشياءهم وسمى البخس لأشياء الناس فساد ويؤدي إلى الفساد عشان كده ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي في السوق في مر المهم فوضع يده في طعام فوجد فيه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال هل جعلته في أعلى فيراه الناس من غشنا ليس منا من غشنا طبعا هتقول لي من غش أمة الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا لكن لا الرواية بتاعة مسلم هذه رواية البخاري من غشنا ليس منا رواية الإمام مسلم من غش ليس مني من غش هنا تفيد العموم سواء كان الذي وقع عليه الغش أو التدليس مسلما أو غيره مستبع نشوف لأستاذ أحمد من دميات أنا لأستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام يا أستاذ أحمد إذن أنا حضرتك أبعان المستشار الله يكرمك أنا أحبك في الله والله أحبك الذي أحببتنا فيه وأنت رجل محترم ربنا بارك سامرة اتفضل نستاذبك ممكن رقم التليفون لأن فيه أضرية جناية جنايات يعني جنايات جنايات وما أدراك مما أحكمت الجنايات ممكن حضرتك تاخد التليفون من الكنترول إن شاء الله ربنا يوفقك يا أستاذ أحمد اتفضل بحضرتك إن شاء الله بعد الحلقة إن شاء الله جزيك الله خير فضل يا فندم بارك الله فيك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من غش ليس مني سواء كان بقى اللي غش يعني غش بقى واحد مسلم واحد غير مسلم لأن فيه استقرار في المعاملات في الدولة سواء كان المتعامل معاك أي أم كان هو مين لأن الشريعة جات للناس كلها سبحان الله المهم حتى في فقه البيوع هتلاقي فيه خيار الرؤية وخيار المجلس وكل شيء ينطوع على غش يثبت لصاحبي الحق في الفسخ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا اللي إحنا ما نكونش عندنا غش ولا تدليس ونكون واضحين في المعاملة فبقول لك البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن بينا شوف بقى الكلام شوف الإكسبريشن بتاع النبي عليه الصلاة والسلام فإن بينا بورك لهما في بيعهما تبوئين خافية محقة بركة بيعهما دي قواعة دستورية لابد من الكلام معناها ولابد اللي إحنا نقدم بيها عشان تعرفوا اللي شريعتنا فيها الغناء الكامل لكل المعاملات وده من إعجاز شريعة الإسلام من إعجاز شريعة الإسلام غير ليس كغيره من الشرائع إنه بيغطي كفة المعاملات اللي بين البشر سواء بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وغيرهم المهم المجتمع يستقر في معاملاته إذا طبق هذه الأحكام عشان كده من الإعجاز التشريعي اللي مش هتلاقيه في أي شريعة تانية إن الدين بتاعك غطى كل حكا عقائد وعبادات وتشريعات من ضمن هذه التشريعات المعاملات سواء في زواق في طلاق في بيع في شراء في إيجارة في وكالة كل أنواع المعاملات اللي بين البشر نجي نشوف بقى موضوع الغش التجاري الموضوع ده قلقني ويمكن قلق كنت كمان لما تجي تلاقي القضية رقم 14.590 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر 62 طن طماطم فيها دود فازدة لقد انت دخلتلي بقى في موضوع تاني 62 طن طماطم في قبل آخر الحلقة كده هبعث لكم أو همللكم أو هقول وانتوا تكتبوا الرقم بتاع الرقم الساخن بتاع جهاز حماية المستهلك نشوف الأستاذ كريم أهلاً بك يا أستاذ كريم إليكم السلام ورحمة الله الغش أنت اذنة فضل فضل تقريبا هيجي الساعة عشرة يعني اخد بالك. اسأل بقى الاختسال بالماء الدافئ بالماء البارد. وربنا يوفقك ان شاء الله. بتجاو ساعة بيني وبينكم. افضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. دخلك بس. عايز اسأل عن التسعيرة. هل لازم مجبر ان انا بالتسعيرة مش هلش وزر او حاجة عليها. هاو استسأل علي حضرتك. عن التسعيرة. اه التسعيرة ما لها التسعيرة. يعني لو عاجم تحدد سعرها. اه. وانا المكسب بتاعها مش هيكفل التزامات. اه. هتضرر ان انا اقفل المكان. يعني هتضرر ان انا اقفل المكان. بص يا استاذ محمد. اه. عشان بس احنا نبقى واضحين. التسعيرة الجبرية. اه. دي نافذة طالما فيها عدالة في تقنينها. حتى احنا ناخد بعد كده في الحلقات تما نجي يكلم على التسعير. هنتطرق الى اقوال فقهاء الاسلام في موضوع التسعير. كمان. وحكم التسعير. والاراء اللي قالت التسعير جائز والاراء اللي قالت التسعير جائز. ولكن هو في الغالب الرأي الراجح اللي هو يجوز وضع تسعيره في حالة وجود تجاوز من التجار في اه. تحديد ثمن السلع. ويمكن انت شايفه استاذ محمد التجاوز ده الايام دي. بعد التغير اللي حصل في سعر الصرف. حضرتك لاحظت اللي فيه ناس بتبالغ في رفع القيمة بتاعت السلعة. فهو الامر جائز. لكن ايه هي مسألة فيها تفصيل. وان شاء الله هنبقى انجيلها بعد كده بالتفصيل ونقول للاراء اللي اتقالت فيها كلها. عشان يبقى انت ضميرك مسترعي. ايوه انا بس انا عنزي بضميري مسترعي. لان انا العجل اللي شغال فيها لو بعتها زي ما هي اكثر في الالف جنيه خمستاشر جنيه. انا فهمك انا فهمك. كروت الشحن عموما. فخمستاشر جنيه في الالف جنيه بنا مش هعرف حتى ادفع ايجار المكان اللي انا فيه. ما انت بتبيعها هو انت بتبيعش هلاك روتش يا احنا يا استاذ محمد اكيد بتبيع تليفونات. عندك نوت فور نوت سيفن نوت فايف. طيب ربنا. ربنا يا رب يوفعك ويكريمة. اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل يا فهند. اهلا يا مدام امنية اتفضل يا حضرتك. اهلا بحضرتك. كنت عايز اتفضل حضرتك على حضانة الطفل. الام المفروض ان هي تاخد ايه? يعني في دلوقتي مثلا في استعلمات حصلت او تحريات حصلت عن ولد يعني او رجل كان مترزيج وطلق مراته. خلفت مني وبنت. وبعد كده يعني عمل تحريات عنه ابو مرتب اعلى من مرتبه. فانا كنت عايز اعرف دي ان اتصرف فيها ازاي او اه هو المفروض ياخد اه يعني اه مفروض البنت ديها ايه و اه حضانتها ايه اه و اه الحاجات اللي اتقدر تاخدها منه والحاج بسلي كام. المفروض الحاجات جيت توقف وكده يعني. انا اشكرك جدا على السؤال بتاعك المحترم اللي كثير من الناس هيستفاد منه. بس انا استأذنك هرد على سؤالك ده بالتفصيل في اخر الحلقة. عشان احنا بنتكلم دلوقتي على غش التجاري. اشكر حضرتك. ربنا وفاك فتابعيني وانا هرد على السؤال بتاع النفقة والحضانة بتاع اه البنت اللي حضرتك بتسأل عليها وسن الحضانة والخلافات اللي شغالين فيها دلوقتي وعاوزين يغيروا قانون الحضانة. وحلقات كتير جات في الموضوع ده. نشوف بقى موضوع الغش التجاري اللي نظمه. القانون تمانية واربعين لسنة واحد واربعين. والقانون عشرة لسنة ستة وستين. وقانون التوحيد القياسي رقم اتنين لسنة سبعة وخمسين. ونشوف الموضوع ده ايه. جرائم الغش التجاري طبعا انتو عارفين بتضر بصحة الانسان والحيوان. مش عاوز اقول لكم فيه مطاعم بتعمل لحم حمير. وفيه مطاعم مش عارف بتعمل الفراخ ميتة. والخلطة بقى بتمشي ده مع ده. ومطاعم السوسيس والبيرجر والامور دي كلها. والعك اللي بيحصل في الامور دي. فلازم تبقى انتو عارفين. بس انا بصراحة بامانة يعني. كلمة حق من واقع المشاهدة والقضايا اللي قرأتها وشفتها بعناية. احنا عندنا ادارة التموين والغش التجاري بمنتهى الامانة. ناس يتوقع الله في كل عملهم. او عشان اكون يعني في كل عملهم لانا شفته. ما بيتهونوش لما بيلاء مخلفة. وما بيتغادوش عن اي مخلفة. بل بالعكس وصل الامر. ورأيت هذا بعيني علم الله. ان هناك شبهات حول عبوات بيعملوا بها قضية. وفي قضية اتعملت في المنصورة تسعتاشر تن جبنة تم تحرزهم. علشان خاطر مكتوب على وجه واحد مش في الاربع اوجه بتوع العبوة نبات الدهن. المفروض يتكتب نبات الدهن. طب يا جماعة من تقولتو الموصفة القياسية مكتوب فيها ان تكتب على العبوة نبات الدهن. لان فيه جبنة معمولة بدهن نباتي. وفيه جبنة معمولة من دهن حيواني. يعني الجبنة البراميلي غير الجبنة المعمولة بدهن نباتي. دي داخل فيها لبن. ودي داخل فيها لبن. ولكن فيه دهن نباتي. وفيه دهن حيواني. فلما انت تكتب لي نبات الدهنة على احد الاوجه فقط. دون باقي الاوجه. تخيل دي بالنسبة لهم كانت جريمة. وحرزوا تسعتاشر تن جبنة. مع انها صلحة للسلاك الادامي. والموصفة القياسية ما قلتش يتكتب على كل وجه. قلت على ان تكتب على العبوة نباتي الدهن. وبكتوب على العبوة. قولك لا لازم تكتبها الزهيرة. عشان فيه جريمة اسمها غش وخداع المستهلك. بتكتب حاجة بصغيرة كده. المستهلك يجي شريها وما يعرفش دي نباتي الدهن ولا لما انت كتبها صغيرة في الجنب. شفت وصل قد دي ادارة الغش التجاري. عشان تبق انتو عارفين. في عندنا حاجة اسمها الرقابة العامة على الصدرات والولايات. السلع المستوردة المن برة. بيفرزوها فرز بطري. ونووي. واشعاعي. يعني خد بالك البكتيريا والامور اللي فيها. يعني بتطفحس من جميع النواح. شاي. احنا هنتكلم في غش الشاي ده وموضوع الشاي ده. هنعملكو حلقة محترمة عن الشاي. ومعلومات عن الشاي. وافضل شاي في العالم الدرجيلينج. ما حدش يسمع عنه طبعا. ده تاخد شفتها بس من كوبات الشاي كده تلاقي المغدى بتلف. الدرجيلينج. بيتزرع على قمة الهملايا. بس خلينا في وقتنا. وفي وقتها نبقى نشرح لكم الشاي بتعمل الزاوية. يعني ايه كلمة توليفة? وايه انواع الغش اللي ممكن اه تدخل في الشاي. اه الناس فهمة اللي الغش في الشاي ده ممكن نحط اه اه رماضي الحديد ونحط انشارة خشب. لا 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 لا. كلام ده كلام بس طبعا خالص. هنقول لكم الطرق ساعتها ايه. لكن خلونا تعالى نعيش احنا دلوقتي في اركان جريمة الغش التجاري. اه الاركان جريمة. طبعا انتم عارفين الغش هو نزع شيء من سلعة او اضافة شيء من سلعة لسلعة. اه اه بيغير من الجودة بتاعتها او من الطعم بتاعها او ممكن ما يغيرش من الطعم بس يغير من الجودة او بتتبع بسعر غير السعر. خد بالك احنا لما بنتكلم في الغش التجاري والتجيس وكلام ده كله. هنتكلم في كل حاجة. هنتكلم في الالبان. هنتكلم في الشاي. هنتكلم في اه بيع المثلجات. هنتكلم في البيوع التجارية. في عقود التوريد. في في الادوية. في غزاء الاطفال. في الملابس. تخيل. تخش محل. تشوف جاكت بتامن تلاف جنيه مكتوب عليه ميدئي نيطاليا تخيل ده ما لو كان صيني وتدفع فيه تامن تلاف جنيه لا الغش في كل حاجة الغش في كل حاجة عاملين لنا احنا هنا جهاز اسمه جهاز حماية المستهلك خد بالك الجهاز ده انا سعيد جدا بيه وبصراحة بمجرد ما تبعت لهم الشكوى او تتسل لا الموضوع بيختلف خالص ليه بقى لانه هو بيتلقى الشكوى بتاعتك اما عن طريق البريد لانه عدت عاملك في مكاتب البريد استمارة الاستمارة دي اسمها استمارة مجانية بتملاها وتحط الشكوى بتاعتك وتدبس الفاتورة فيها لو انت الشريط من سوبر ماركت كبير وجايب لك فاتورة او لو انت الشريط من سوبر ماركت والطول لو صباح تديني فاتورة او لو انت الشريط ملابس الشريط اي حاجة الشريط غسالة الشريط تلاجة ما خد بالك ما كل ده بيختفص به جهاز حماية المستهلك لان انت ممكن تشيري تالاجة ممكن تشيري تالسالة وتكون فيها عيب صناعة يكون فيها عيب في اي شيء تكون وقعة تكون فيها مشكلة يعني المشاكل الفنية كتير فبتتصل بجهاز حماية المستهلك بيتصله بالراجل فورا حين المشكلة دي وقال لي هنحولك للنيابة هنعملك محضر وبعد كده بيبقى فيه نوع من انواع المضايقات في استزدار بقى بعد كده التراخيص وفي استزدار ايه الافراجات الجمركية للشحنات يعني هما ما بيسبوهوش فجهاز حماية المستهلك اللي معاور ايكتب تسعتاشر خمسة تمانية تمانية ده تليفون خط ساخن تسعتاشر خمسة تمانية تمانية ده اسمه تليفون الخط الساخن بتاع الجهاز حماية المستهلك قبلتك اي مشكلة في غش في تدليس في تجاوز في شيء جايلك فاسد في شيء مش شغال جربتها رواحة البيت جيت شغالها ما اشتغلتش اشتريت حاجة اكتشفت اللي هي مش مش ألماني مش عطالة العدي صيني اي حاجة بتتصل بي تسعتاشر خمسة تمانية تمانية ده اسمه جهاز حماية المستهلك او اللي ساكن جنب مكاتب البريد او في طريق الشغل بتاعه مكتب من مكاتب البريد ممكن يروح يملى استمارة ويرفق فيها الفاتورة ويبعثها لجهاز حماية المستهلك اللي مقره 96 شارع احمد عرابي في المهندسين وزي ما بقول لكم الناس دي ناس ما بتلعبش مباحث التموين ما بتلعبش ادارة العامة الغش التجاري والجهات المانوت بيها في وزارة التموين ووزارة التجارة الداخلية كل الكلام ده ناس بتشغل شغل قوي جدا بينزلوا يعملوا تفتيشات جامدة جدا بيعملوا حملات صعبة جدا بيعرضوا نفسهم لمخطر كتيرة علشان خطر صحتك وصحتي وفعلا بجد انا بقول لك كل الاضاء اللي قريتها ما لقيتش فيها اي نوع من انواع التجاوزات او المجاملات لحد بدليل الـ 26 تنين اللي لقيت لكم عليهم دي بتاع الشركة عالمية شركة كبيرة اتفضل يا سيد محمد عليكم السلام ورحمة الله عاوز تسأل لي ايه يعني واحد عمل مباني على ارض زراعية واحد بنى يعني على ارض زراعية نعم نعم حضرت تمام ويتعمل له طبعا اضايا واخد براها في مزان التجون ترخيص يتعمل له جنحة ولا جنحة ولا ثلاثة يعني يقف اعماله بعد كده استمرار وبعد كده بناء على ارض زراعية يعني يتعمل له كم اضية نعم حوالي اضيتين حضرت يتعمل له اضيتين خد فيهم براها خد براها بدون ترخيص وخدير جاءه وعمل اه غرامة مثلا الف جنيه تمام طبعا هو الان يقول ممكن يجهد بعد كده البيت فهدا ولا ايه يعني انت دلوقتي البناء بدون ترخيص خد في براها طب القضية التانية اسمها ايه التانية الخبير اسمها ايه قضية ايه مش عارف والله انا ما عنديك خلطية حضرتك تبوير اراضي ارض زراعية ايه هو باني على ارض زراعية شوف بص اقول لك حاجة البناء على ارض زراعية دي جنح وفيها حبس نعم وممكن يكون فيها ازالة الا اذا الا اذا نعم ثبت ان المباني دي عد عليها الفترة بتاعته التقادم يعني واحد بني من سبع سنين من خمس سنين ما جيش بقى اقول له تعالى انت بني من خمس سنين دي حاجة الحاجة التانية الا اذا كان في امل ان الارض اللي اتبانت لان ما فيش حد بيبني على ارض زراعية الا اذا كانت جنب الكردون بتاع المدينة يعني ما فيش نعم ليه انا اقول لك ليه لان ما فيش واحد هيجي في وسط الزراعة وروح باني هيجيب ميا منين وكهربة منين وصرف سح منين فهو في الغالب بيبني جنب المباني بس بتبقى على الارض الزراعية فلو هي دخلة في كردون المدينة هيبقى فيها ايه هيبقى فيها حل وممكن بيش فيها ازالة ويبقى فيها تصالح لو مش دخلة في كردون المدينة يبقى هي دي المشكلة اللي هو ممكن لو حتى دفع الغلامة ممكن انا بقولش اكيد ممكن يتنفذ الازالة نعم واشكرك يا استاذ محمد ونشوف امات الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اصلاحيك حاجة خارج موضوع الحلقة اتفضلي وهنرد عليك اتفضلي تحت امرك طيب ماشي حيك انا عندي شقة قلون جديد كنت اجرتها فالناس اللي كانوا قاعدين فيها ما كانوش بيدفعوا الاجرة حضرتك مالكة ايوة اه 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 المحامي ان هو يعمل لنا قضية بان هم يضطردوا ففعلا رفع القضية وكسبنا القضية وجوهم قالوا ان لا حندفعوا مش عارف ايه دفعوا فعلا جزء من المال وقال المحامي طيب نستنى عليهم يمكن ينتظموا اللي حصل بعد ما اه خدنا الحكم بالطرد اه احنا لسه واخدين حكم تقريبا في شهر عشرة اه ما دفعوش لاحداشر ولا اتناشر فاحنا قلنا المحامي احنا عايزين نطردهم قال لا في حاجة اسمها اه تنفيذ التنفيذ حاجة والحكم حاجة تانية هنعمل في الصيغة تنفيذية وننفذ الحكم فانا كنت عايزة اسمها صيغة تنفيذية دي حاجة تانية بقى بتاع قمع التدليس والغش بقى رقم 281-94 خد بالك القانون 281 لسنة 94 القانون ده جاب حاجة حلوة قال لك ايه قال لك يا سيدي المفترض اللي اي حد بيبيع اي حاجة يعلم بمحتوها فكانت قوانين الغش التجاري الاديمة 4841-10-66 كانت بتفترض العلم اي واحد بيبيع اي حاجة مفترض انه هو عارف وعالم بمحتوها وبمكوناتها طيب واحد اشترى بولوبيف وهذا البولوبيف كان فيه عيب في الصناعة عمل مشكلة والعلبة انتفخت او انشوجة عارفينه انشوجة تستورد من اسبانيا جميلة جدا يعني زي السردين كده تقول العلبة منفوخة ليه احيانا بيبيع فيه مشكلة في المادة الحافظة بتاعتها طيب الحل ايه في الموضوع ده قال لك القانون بيقول القانون الجديد بقى اللي صدر 281-94 نفى افتراض العلم بالغش بتاع البضاعة تمام كده لو مش تمام يبقى ايزا يعني احكان موقف جميل جدا من القانون اللي هو ما افتراضش العلم اليقيني لان اخد بالك انا ساعات باجي واحد بيبيع بضاعة وما يعرفش مكوناتها ايه فعلا هو ما يعرفش وممكن يكون البضاعة دي المورد اللي وردها له وكان اغاشش فيها فما جيش لاش راجل اللي بيبيع وحبسه بدون بحس لا انا بقول لك وممكن يكون عارف وممكن ما يكونش عارف بس لازم يكون فيه تحقيق جنائي وبحس في المسألة احنا اتكلمنا كده بصفة عامة على قوانين الغش التجاري والتدليس وهنبدأ بقى نشرح اركان جريمة الغش التجاري بس انا اوعدكم اللي احنا نشرحها واحدة واحدة كده وهنبدأ من حلقة الجاية نشوف يعني ايه اركان لجريمة الغش التجاري يعني هل جريمة الغش التجاري دي زيها زي اي جريمة لها اركان يعني لها ركن اسمه ركن مدي اللي هي الوقائع بتاعة الجريمة هو ركن معنوي اللي هو القصد الجنائي لارتكاب الجريمة بركنيه العلم والارادة فاذا توفرت اركان جريمة الغش التجاري اللي هي الركن المدي وجود السلعة المخشوشة وتوافر القصد الجنائي لحيازتها يعني واحد حيازها هو عارف اللي هي مخشوشة يعلم انها مخشوشة ويريد بيعها على هذا الاصل وعلى هذا الامر فهنا ارتكب جريمة كاملة للغش التجاري وفيه دفوع بقى بتتقال فيه الغش التجاري بس الدفوع بتختلف اذا كانت السلعة دي سلعة مستوردة ولا اذا كانت السلعة دي سلعة مصنعة في الداخل الدفوع هنا بتختلف عن هنا لكن هنبدأ نشرح ان شاء الله الاسبوع الجاي الاركان الخاصة بجريمة الغش التجاري انا يهمني الحلقة دي انتو عرفتوا يعني ايه غش تجاري عرفتوا اللي فيه حاجة اسمها غش في الالبان غش في الشاي غش في الملابس غش في اللابن الاطفال غش في الادوية غش في كل المنتجات اللي انت بتدوالها هنتكلم على كل حاجة بالحاجات دي بالتفصيل فيما بعد لكن من الحلقة الجاه دي بنا نتكلم على الاركان العامة لجريمة الغش التجاري انا بصراحة عندي سؤالين عاوزة اديهم وقتهم في الشرح السؤالين دول مهمين جدا السؤال الاولان بتاع مدام امنية اللي بتتكلم على سن الحضان هي بتقول لك الراجل عامل او الاب بتاع الطفل المهضون عامل حاجة اسمها مرتب لكن المرتب اللي هو مقدمه هناك تحريات بتقوله اللي هو مرتبه اكتر من كده او دخله اكتر من المرتب اللي مقدمه سيتم الاعتباد على التحريات قولا واحدا قولا واحدا لان التحريات بتيجي بعد سؤال وطالما اكتر المحاكم وما جرى به العمل في المحاكم مصلحة الصغير وانا بصراحة ببقى حزين جدا لما بشوف اب بيمتنع عن الانفاق على صغاره ليه يكفيه الذنب ده يقابل به ربنا سبحانه وتعالى شبحتاج زنوب تانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية ان يضيع من يقوت فانا لما كون راجل عندي كرامة ويسمات الرجول ظاهرة في وجهي وفي كلامي واجه ما استنى لما تطرف عليها قضية نفا استنى استنى لما تطرف عليها قضية مصاريف دراسية استنى لما تطرف عليها مصاريف علاج حاجة عجيبة سيقوم مجمع الرشتات بتاعت العلاج ورحة ترفع دعوة بمصاريف العلاج بتاعتها هي تصرف وبعد كده تبدأ ترفع الدعوة وبعد ما تحكم لها تبدأ تنفذ وموضوع وهكذا مصاريف التعليم في ناس مصاريف تعليمها عالية وفيه أب يروح يقدم لابنه في الفاروق او النوزها او الفرير او أي كلية زي كلية السلام وبعد كده يمتنع عن سداد المصاريف ونجيب بقى من المحكمة ساعتها نقول اللي هو اللي راح قدمله في الفاروق او النوزها هو اللي راح قدم وبالتالي طالما هو كان راح قدم هو عارف اللي امكانياته تسمح اللي هو يدفع المبلغ اما لو راح بقى المدرس الدولية والامريكان وكلام ده كله موضوع تاني فطالما انت قدمت على المصاريف بتاعت المدرسة وقدمت بأيديك كيف انت ملزم باللي انت قدمت عليه هنا السؤال بقى سواء هي تتكلم على النفع النفع دي ممكن بنوعيها مأكل وملبس خلاص بنصح أختي اللي هتبدأ ترفع عضايا أقول لها ارفعي ارفعي بالمسكن ما ترفعيش بالمسكن ارفعي بالمأكل والمشرب والملبس وبعد كده ارفعي بقى دعوة مسكن حضانة وبعد كده ارفعي دعوة أجر حضانة ما احنا بنرخم بقى ما احنا هنرخم هنخش بقى في متاهيات نشوف اختنا امو عبد الرحمن طيب ونضم سؤالها للاسئلة تفضل يا امو عبد الرحمن السلام عليكم رحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله لو سمحتنا علي سأل بردك على النفق أو كده فأنا لما رفعنا نفق أو كده رحنا للشغل لأنا لأنا مدخل والدته والده مع والدته والده مضفتين هو عامل عامل دعوة نفق عشان يقلل النفقة بتاعتكم عامل دعوة نفقة من والده والدته ضده علشان يتحكم ضده ضده يبقى هو بيصرف على والده والدته وبيصرف عليك انت كمان ووالدته ووالده صاحب شغل يعني صاحب عامل الحكومي واضح الخطة واضحة البلان واضحة قولي بقى سؤالك ايه سؤالي بقى عني انا نسل دلوقتي يعني بقى سنة ونص دلوقتي هو ما بيمنتنع يعني حتى ما بيجي يشوف اولاد خوفا ان هو مثلا ان احنا نطلبه بحاجة او حاجة زي كده فأنا صقبان علي الاولاد يعني انا انا يعني زوجي انتنهم وبيعملهم كويس وبعمل بنته كويس وعلى خلق بس يعني ما عندناش مشاكل بس البنت الاولاد زن بهم ايه نمو هم مشوفوش والده والدهم او حاجة زي كده انا راح يعني انا فيها هنا لي ان انا مسلا راح اقول له شوف اولادك او عمل لهم عابلة او البنت مسلا لما بتشوف ولاد خليطة او او كده بيه لهم ابو كده هم مش بيجي شوفهم فانا بيصعب علي العيلة مسلا اللي هتبقى تطلع في كنف جدها مش مش لها قبل انا اصرت في حق بنتي ان انا عملت كده ولا ايه ولا يعني اودها للاهانة والبهدلة هناك ولا اعمل ايه يعني انا ولا افوض امري لله وخلاص انا هقول لك حضرتك هتعمل ايه يعني هو ممتنع عن يجي شوف ولاده عزان المسئولية طبعا هو لو جاه يشوفه ما اجيب لهم كسفاك حاجب لهم لبس لا انا مش عاوز اجيب فاكرة ولا عاوز احاجب انا عاوز اقلب يعني زوجي ربنا يفتح انا مش محتامي هو ميه بس هو مسلا ايه المعنوي المقل يعني القب كمان يعني اللي بيصرف ولا بييجي معنويا يوري البنتي اللي لها قب وكده انا ظلمت بنتي ان انا عملت فاواد يعني لا ما زلانتيش بنتي حضرتك ما زلانتيش بنتي لو هيجوا هنتردوا ديه بيخلم مسئوليته لا انا هقولك تتعمل ايه اعمل ايه يعني مثلا ايه حضرتك مثلا اه لو قلت لناس يجوا يقولولوا مثلا تعال شوف اولادك او حاجزا كده عايز ان هو خايف مننا بحجة ان هو خايف عننا خايف مننا بس لو جهن ما بيصفاش على كلام ما بيعملش بوعوده حتى لذفع واحدة بعد كده خلاص الناس بتمشي وهو ما بيعملش بوعوده هقول لها حضرتك هتعمل ايه يا حاضر اسمعيني بقى لو ممكن تلفون لو التلفون حضرتك لو سمحت قلت لنا الكنترول وهقول لها حضرتك تعمل ايه يا حاضر طبق ايه يعني عبتسل يعني عبتسل بالكنترول تاني يدوني التلفون ولا تاني عقب دوع اه ان شاء الله طبعا دي مشكلة ومشكلة في بيوت كتير ومشكلة تؤرق ناس كتير نكمل موضوع النفقة ونرجع ايه لوختنا الكريمة واللي اتنين مرتبطين ببعض فوختنا الكريمة اللي هي بتسأل عن نفقة انت دلوقتي هتعمل دعوة نفقة وهتعمل دعوة اجرى حضانة وهتعمل مصاريف علاج وهتعمل مصاريف دراسية خلاص ليك تعمل الكلام ده كله الى بلوغ البنت او الابن سن 15 شنة وده اخر تعديل في القرونة 51 سنة 2000 سن 15 سنة ده انتهاء الحضانة بعد كده لان الصغير بيستغنى في هذا السن بيستغنى عن خدمة النساء الا انه الا انه يجوز عند رفع دعوة ضم من الاب بعد سن 15 سنة يجوز للمحكمة انه يتمد سن الحضانة للبنت الى ان تتزوج الى ان تتزوج فهتغدي النفقات بتاعتها لكن مش هتغدي اجرى حضانة بس هو الوحيد اللي مش هتغدي لانه سن الحضانة انتهى لكن هتغدي انها فقط بتاعتها مصاريف المدرسة بتاعتها البصات فيها خلاف مش كل المحكم بتحكم بالبصات لكن هتغدي المصاريف الدروس الخصوصية دي قصة وقضية مش هتغلكم بقى انتوا كل مدرس هتمضوه لا صعبها بصراحة يعني ولكن هي بتخش في عموم المصاريف الدرسية اللي تقدر لذلك يا مدام امنية سن الحضانة 15 سنة قبل سن 15 سنة بتغدي نفقة مأكل ومشرب بتغدي مصاريف دراسية بتغدي مصاريف علاج كل اللي هتصرفيه على البنت والاضافة الى ذلك لو انت قعد في مسكن بتاع حضرتك بتغدي حاجة اسمها اجر مسكن حضانة لو انت قعد في المسكن بتاع الزوج او الطليق او الشخص اللي احنا فينا عليه قضية ما بتغديش مسكن حضانة لكن من حق اتغدي حاجة اسمها اجر حضانة اجر حضانة واضح الكلام وبعد كده بتاخدي حكم النفقة بتروح بتنفزي بقى على الجهة بتاعت الشغل بتاعته هنا بقى يجي الناس اللي هي بتحاول تتنصل زي اختنا الكريمة ام عبد الرحمن اللي لسه بتصلى دروقته بتقول هو علشان يقلل للنفقة اللي هيتحكم بيها لبنتها خلى والده والدته اللي مش محتاجين يرفعوا دعوة نفقة ضده عشان يصدر حكم فلو واحد دخله الفين جنيه والمحكمة حكمت لوالده والدته كل واحد مثلا تلتمائة جنيه ولا ربعمائة جنيه ادي تلتمائة جنيه لما تيجي المسكينة دي بقى ترفع دعوة هيتفضلها ايه والحاجز لا يجوز الا على حدود الربع المرتب لكن احنا بنعمل قدام المحكمة دعوة زيادة نفقة لو كانت حكم فيها او لو ما كانتش نفقة الاب والام دي دعوة كيدية ونحاول لطل بتحريات نسبة مدى يسر الاب والام انت غلطي ولا ما غلطيش انت ما غلطيش انت طالبتي بحقك ولما تطلبي بحقك وهو يروح رميكي مش هتعيش طول عمرك عشان تربي بنتي ايه روح تتجوزتي وجوزك بيعمل بنتك كويسة فتحمد ربنا سبحانه وتعالى لكن الامر المعنى وان انت بتتكلمي فيه ده امر محزن الحاجات الروحية والمعنوية دي دي مش بييدك دي مش بييدك ولا بشر يقدر يملكها وربنا سبحانه وتعالى انك لا تأدي من احبابت ولكن الله يهدي من يشاء فهو ربنا يهديه عاوز يشوب بنته هيشوب بنته ان شاء الله عند الجران هيشوب بنته ان شاء الله عند عمتها وخلتها هيشوب بنته ان شاء الله في حديقة عامة في اي مكان فأنا أنت من حق حضرتك من حق حضرتك اللي أنت تعمل اللي عليك واتدخل ناس وسطاء إن شاء الله في مركز اجتماعي في مركز شباب في نادي في أي مكان واتبعت البنت يشوفها وتطمن عليها وتقول له كده أنت خايف تيجي عندنا حد يعمل لك حاجة يا سيدة ما تشوفهاش عندنا هنبعتها مع خالها هنبعتها مع أي حد من طرفك حتى المهم للبنت تشوف أبوها وتشعر بضم وحنان الأب لأن الأب وجوده مهما كان زوج الأم بيعمل ابن أو ابن كويس لكن برضو الأب في شيء تاني إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى ألقى الحب والود بين زوج الأم وبين الأبناء ساعتها بيعواضهم والله وخدي بالك اعرفي أن في أي في القرآن ربنا بقول فيها عند سيدنا زكريا وحنانا من لدنا وزكاة فلتمسي حنان الله ولا تنظري لابنتك أو تبحثي عن حنان لبشر أختنا بقى عشان فاضل تلت دقايق اللي كانت بتتكلم على القانون الجديد وعاوزة تفهم يعني إيه صيغة تنفيذية ويعني إيه مدة الحكم تسأط ولا ما تسأطش بوس يا سيد انت قصتك بتتلخص في الآتي إن حضرتك الراجل امتنع عن سداد الأجرة فبعد ما امتنع عن سداد الأجرة روحت أقمت دعوة بالطرد وفسخ عقد الإجار وبالفعل صدر حكما بالطرد وبفسخ عقد الإجار ولكن انت ما نفسيش الحكم الحكم صدر بس وتكتب في الأجندة طرد وفسخ أو فسخ فالأستاذ الزميل المحامل اللي شغال في القضية أولا الحكم ده لا يسقط أبدا حضرتك الحكم مش هيسقط بعد سنة سنتين ثلاثة ممكن تنفيذي تنفيذي في أي وقت بس هو الزميل بقولك نازم نجيب الصيغة التنفيذية إيه هي كلمة الصيغة التنفيذية الحكم لما بيطلع بيتكتب على الكمبيوتر القضي بيكتبه بقلم الرصاص فلما بيتكتب على الكمبيوتر بتستلمي صورة رسمية من الحكم ده وبعمل إعلان للشخص اللي هو صدر ضده الحكم عمله إعلان لو الحكم غيابي إنه واضح لهم ما حضروش فبعد ما تعمل له إعلان باربعين يوم بنجيب شهادة بعدم حصول استئناف خلاص باخد الشهادة بعدم حصول استئناف لو ما عملش استئناف خلال أربعين يوم من الإعلان وباخد إعلان الحكم اللي أنا استلامته بعدما كتب على الكمبيوتر وسلم الاتنين دول عند سكرتير الجلسة يروح مديني حاجة اسمها الصيغة التنفيذية هو هو الحكم هو 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 الحكم اللي طلب بس بيختم على ظهره كده ختم مكتوف فيها الصيغة التنفيذية على الجهة التي ينقط بها التنفيذ أن تبادر به فورا ولو باستخدام القوة وإن ما فيش حد يمنع تنفيذ الحكم وهي دي اسمها الصيغة التنفيذية راجل بياخدها بيعمل بها إعلان للمحضرين وبعد ما بيعمل إعلان بيسلمها رئيس المحكمة بيحدد يوم للتنفيذ تقرر التنفيذ يوم كذا بياخدوا المحضر وبروح طالع على الاسم بالحكم اللي هو صدر بس عليه الختمة بتاع الصيغة التنفيذية وبروح طالع على المحضرين والاسم الشرطة ياخد عسكري وينزل اللي تفضلوا يا جماعة ما اردوش يطلعوا برا هجيبوا قوة من اللي يسمع هنزلوا حاجة وينفيزوا الحكم الشخص بقى ممكن يعمل استقناف يترفض ولو الحالة بتاعت حضرتك دي اتعمل فيها استقناف هيترفض خد يبالك قانون الجديد لقم أربعة لسنة ستة وتسعين البند الفاسخ فيه واضح ليس كقانون إجار الأماكن اللي يجوز للمستاجر أن يتوقع الطرد بعرضه للأجرة والمصاريف الفعلية والنفقات قبل قفل باب المرافعة أمام أحكمة الاستقناف لما جاء في أحكام كثيرة وده في القانون تسعة واربعين لسنة سبعة وسبعين المعدل بالقانون مية ستة وتلاتية لسنة واحدة منين نص المادة تمنتاشر لكن احنا بقول لا القانون الجديد غير القانون قديم خالص القانون الجديد حتى لو دفع الأجرة بيضطرد لما ثبت أنه امتنع عن سداد الأجرة وثبت أنه تأخر عن سداد الأجرة هيتطرد حتى لو دفع أجرع عشرين سنة مؤدب برضو هيتطلب فأنت حضرتك أستاذ الزميلة هلوح يستلم السيغة التنفيذية هو هو الحكم اللي صدر بس عليه ختم السيغة التنفيذية بعد الإجراءات القانونية اللي أنا قلتها لحضرتك وهتنفيذي بسهولة جدا بس هو ممكن يعمل إشكال ممكن يأخر شوية التنفيذ لكن في الآخر هتنفيذ إن شاء الله هتنفيذي طيب إحنا الوقت بيو داهمنا بس بصراحة يعني موضوع الغش التجاري ده موضوع جميل وهنحكي فيه شوية قضايا حلوة وبصراحة بقى هنعيش فيه فأنا إن شاء الله نعيشنا وكاننا عمر نلتقي المرة الجاية مع الأركان بتاع الجريمة الغش التجاري موعدكمش هنخش بقى في غش الألبان في غش الشاي في غش ده موعدكمش إمتى لأن دي مفاجأة هتديكم شوية معلومات عن الشاي هحليكم وإنتم بتشربوا الشاي كده تعرفوا يعني كلمة توليفة وأقول لكم الخبير العالمي بقى الشاي كان بيعمل تيستنج إزاي لا ده موضوع كبير أو شوفكم إن شاء الله يوم التلات الجاي دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة